اهلا بكم مشاهدينا الى ثاني نوافذنا الصباحية عن التنبيه وعن البناء والتعمير تكلم دائما عن شباب السودان لعندهم هم كبيرة لبناء سودان مشرط بعزيمتهم وبإصرارهم واحيانا الجامعات هي تقدم نماذج حية دراسة نظرية ولكن تهيئت الطالب لسوق العمل بصورة جادة عن بعض الجامعات فقط لانه بتعمل على تشبيك الجانبين جانب نظري وجانب عملي كون يكون فيه اجسام شبابية مستقلة هي تحاول بقدر امكان تقدم الخير والمد للشباب في مجالات متعددة وما تقيف هنا وبس يمتدى لجانب التوعي والرشاد في المجتمع بالذات لانه الشباب ممكن يوصلوا رسالتهم اكثر مع بعض لانه من ابناء جيلهم نحن مبسوطين جدا صباحا انه تكون معنا الى عبدالتواب المديرة التنفيذي لمبادرة شباب الوعي والتنمية اهلا وسهلا بك صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير على كل المشاهدين المستمعين يسأل صباحكم الله يزهير اللي حداني تورنا سمعاتي صباحا ونقعد مع الشباب ديل في يرسطنا في صباح الشروب عشان نقدر نعرفهم اكتر عن مبادرتكم بداية عرفي بها سادة المشاهدين والشباب وبعد ذلك نيلا محاوركم الثاني صباح الخير اول حاجة على كل المشاهدين انا لعب التواب اخصي نفسي اتخرجت كان سنة 2020 اول ما اتخرجت في من الجامعة لاقتنا شوي بتاعت عقبات انه احنا ما قد كنا قاعدين نعرف احنا نمشى على اتجاه مدرب فيه فعانينا يا حد ما احنا لقينا مكان مناسب نتدرب فطلع ده الفكرة بتاعت المبادرة ان احنا جماعة نعمل جروب نتدخل فيه الناس دي شوية عارفوا هم اول ما يتخرجوا هم حيوم شوية فطلع فكرة بتاعت المبادرة ان احنا نشتغل على الجانب تاع الخرجين نعمل لهم قرصات عملية بعدها طوائل ننزلهم من سوق العمل يتدربوا فيه يتأهلوا فيه عمليا ويسقطروا يقولون فرصة بتاعت يعني شغلوا ويحيز بيدنا فدي فكرة بتاعت المبادرة انه الخرجين اول ما يتخرجوا طوالي يقدروا يخشوا في الزوق العمل مباشر ما يكونوا تايهين ما فاهمين يمشوا وين يقعدوا في البيت الفترة بتطويل شديد حد ما يزول يقدر يقروا مكان مناسب يقدر يتأهل فيه طيب دي فكرة الاولى في الجانب التخصصي الجانب التاني شغالين على الجانب المجتمعي الفترة الجاة حنشتغل في اليدمان حنشتغل فيه فترة بتاعت ثلاثة شهور طوائل مجتمعية حتكون ان شاء الله في توتي فعن حندش اللي سنوا هذا طيب تدريين يعني معروف ان الدول المتقدمة من الاطفال هم صغار بيعرفوا مهاراتهم عشان يقدروا يوظفون في سوق العمل بعد يتخرجوا من الجامعات او هم في اثناء دراستهم يعني يقدروا يدخلوا لمجال سوق العمل وان احنا حتى باختيارهم برغبتنا التخصص وما برغبتنا من نقعد لفترة طويلة جدا وممكن نهجر التخصص ونمشي لجانب تاني عشان نكسب منه اللقمة الحلال ايتو بتعملوا شنو بالشباب بالتحديد هل بتوظفوا ليهم في مجالاتهم مدربين بنفس تخصصهم بسوق العمل بيجاري بعملي ولا بتعملوا لهم شنو بالتحديد احنا من جيب الخريجين دي في جيزء منهم طلبة الخريجين من وفين لهم فرط على توظيف ما كل المواصلات اللي احنا متعاونين معهم اللي قتلوهم الفرصة دي في مواصلات بنتهم اخذت منهم جيزء معين ووظفتهم مباشر في جانب تاني لا هي عدتهم بس فترة بتاعات ثلاثة شهر هم يتدربوا فيها فعلا عمليا لسوق العمل في جانب تاني لا أدوهم يعني فرصة دي هم توظفوا الطلبة دي أدوهم فرصة بس ان هم بس يتأهل يعني ما عندهم فرصة ان هم يشتغلوا كده يعني انتو بيشبكوا مع مؤسسات تاني انو تدرب الطلاب الخريجين وليتو يسم بيقاين بيذات ويتدربوا الشباب لا احنا المبادئ احنا من وديهم للجهادي نعمل لهم تشبيك مع المؤسسات زكاة بمؤسسات نفسية زكاة بمؤسسات تانية في تخصصات تانية حنا بدلنا في جانب النفسي باحتبار ان هو التخصص بتاعي في جانب النفسي عملنا لهم مع كم عيادة اخذت منهم اي اي عيادة اخذت قروب معين عدت معين فاشتغلتهم عندها فيها عيادة مباشر نزلتهم طوال يعني شغل كنا في جزئين طيب هل انتو كيف بتستهدف الخريجين يعني الخريجين من ابناء جامعتك ولا اوكي تبتدى لجامعات تانية لا كل جامعات متاحقة لك كل جامعات يعني ما بالجامعة السودان خرجت من جامعة السودان فمكان هي بس لجامعة السودان هم كانوا اكثر من السودان بيعتبارهم الناس كلهم بعرفهم يعني طيب تستهدفون كيف يعني هل انتو بتعملوا بوسطات في المنصات انكم عايزين تستقبلوا عضوية او شباب خريجين عشان يتم تأهيلهم ولا انتو بتصلوا للجامعات بين نفسكم لا احنا استهدفنا بس الميديا شغولنا كان في الميديا الناس احنا عرفنا بفكرتنا شنو نشتغل في شنو حنوفي لهم شنو فهم الناس شافوا الفكرة وانو مناسبة معاو فهم دخلوا لنا شتغلوا معاو كدو كيف الشباب كانوا صوتين بالحاقي دي والمؤسسات برضو قدمت لكم شنو بالتحديد طيب اول حاجة احنا مدينا الفكرة بتاع المبادرة دي الموضوع كان في توتي فكل الناس كانوا شوية توتي جرس بتاع الشباب ايه كانوا ان توتي هي فيشنو في توتي يعني مدلطة شنو نجي في توتي ونعم الجماعة التدريب بتاني هيكون بس في توتي فهم عانوا لحد ما اصلوا كانوا مسررين وهم اصمان يصلوا المركز بتاني فالناس كلها كانوا مرحبين بفكرة ان احنا حنقوش لسوق العمل احنا دو بتخرجنا احنا ما عندنا مثلا متخوفين جدا من الفكرة دي فبس هم دخلوا يعني الحمد لله الموضوع مشا كويس معاهم لقوا الفرصة فرص مناسبة لهم في المؤسسات اللي هم نزلوا فيها طوال وبالمقابل المؤسسات كيف كان قبولة للحاية دي بالذات يعني في مؤسسات ممكن ترفض هي ما بترفض ان تقدم خدمة مجتمعية بالنسبة للشباب او حتى تستفيد منهم لو هم قد يعني كانوا جادرين بالوظيفة فهل استقبلوكم بكل ترحاب ولا كان في برضو مخاوف كل المؤسسات اللي جعنا لها كانت مرحبة جدا بالفكرة هم عزاتهم شجعونا اكتر انه نحنا نمشي في الاجانة فعلا الناس محتاجة بس انها تتآخر تقش طوال مباشر لسوق العمل وهم محتاجة انها تأخذ مشا لشهادات وتقعد باع في البيت ولسه تكون ما فاهمة تمشي بيات اتجاه فهم كانوا مرحبين جدا بالفكرة دي انه الناس طوال تنزل ما في زمن اكتر الناس تقعد فيه فكل المؤسسات اللي جعنا لها رحبت بالفكرة جدا ما في مؤسسة رفضت لها الموضوع طيب احساس الشباب بل هم كانوا في مبادرتي ومشول المؤسسات وتم تدريبهم واستوعبهم اربط ليه احساسها مع احساس الاسر انا تغريبا كان الفترة بتاع اول ما انزله كان بيتصر علي تايما البنات انه والله انا مبسوطة بالحاجة شديدة اخيرا انا قدرت انزل انه خرجت ليه شهر ما متوقع انه ابدا طوال ابدا في المجال ده وقال انه اقعد سنة وحد ما شوف شغول او اصلا الموضوع يعني اكثر حنقوا يعني زي ما ما نقول فهم الشباب ايو فعلا انه بالذات الجانب الجانب النفسي شوية كده في يعني ما فيه فرص واسعة انه كده تلقى فيه شغل طوال مباشر فالناس كانوا مبسوطة بانه حتى الحماس بتاعهم الزاد لما يقول الموضوع فعلا يتنفس بتلقى انه شوية فيه الناس بتحس انه فيه عدم نصلاقية انه فيه حية زيداء ايضا في السودان انه احنا حنلقى فرص لعملوا كلام زي ده او لسه الدنيا بخير فيه شباب زي دين بعينوا لابناء جيله فعلا هم تحمسوا جدا وكانوا حتى بيتواصلوا مع الدكاترا واخدوا ارغامهم والموضوع كان ماشا معهم ناصر جدا يعني ممتاز جدا طيب المبادرة ده عشان تقوم جسم كبير ويضوم كل الشباب ويتيم التوظيف وتدمجوا معاكم كثير من الاقتصاصين والشباب والشباب المفروض تعملوا شنو بالتحديد في التوقيت ده او الخطوات اللي انتو عايزين تعملها شنو الخطر الجاية احنا حاليا نشتغل جانب التعطيرات الشهور توعية مجتمعية فقط في الجانب النفسي متخصصين بكل ادمان نشتغل في الادمان شوية باسلوم مختلف انه احنا نشتغل على مشكلة واجه حل يعني مم نشتغل بس احنا نشتغل محاقدرات توعوية على الادمان نشتغل على المشاكل التي هي اصلا بتوصل حدث للذول انه هو يصل لمنطقة الحال اللي هو التعافي? التعافي. بس الادمان يعني عنده ازباب. عنده ازباب اقتصادية. عنده ازباب اثرية. عنده ازباب نفسية. فيح نشتغل على جوانب دي كلها. اجانب اجانب الاقتصادي. اجانب النفسي. اجانب الاسري. فمنستهزف كل المشاكل دي عشان نقدر نصلها في النهاية لحل. انه في حل يعني ما بس انه نازل وصلت للادمان بسبب شنو. اه. ها. بتعرف المشاكل الحقيقيه. جزوره. بعدك تبدو تحلوها. نشتغل على الجزول أكثر. طيب الموقعكم وين أنتم ولو كان في دعمين بيحبوا أنه يشجع المبادرات الشبابية ومنطلق صباح الشروق أنه يقدموا لكم يد العون يعني. إحنا ومستضيفان ما مقبالا من هنا بشكرة جدا على الاستطافة بتاعتها. هي رحبت أول من أول أوائل الناس الرحبوا للفكرة دي. فهي مستضيفان في المكتب بتاع. إحنا في أي لحظة عايزين المكتبة نمشي ليها. تاني بوردا دكتور جويلي من هنا بحيه هو في هولندا. أي حاجة إحنا عايزين في المكتب بتاع هو مصادفنا فيه. مكتبه في المطار. فهو ديل من الناس اللي اتنين ديل مشجعين لنا جده في الموضوع على الاستطافة. إن شاء الله بالتوفيق الدائم يا ألا. وإحنا معاكم. إن شاء الله في براميكم. وكل ما كان فيه إشراق جديد. البواب مفتوح لك في صباح الشروق الخيري. كان عبدالتواب المدير التنفيذي لمبادرة شباب الوعي والتنمية على حضورك صباحا الشروق الخيري. شكرا لكم. شكرا لكل المشاهدين. شكرا جزيلا.